أعزائي المشاهدين تحية طيبة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الذي نستضيف فيه بلقاء خاص سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في روسيا الاتحادية عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي أهلا وسهلا سعادة السفير سهلا وسهلا بكم مرحبا بكم وسعادة المشاهدين سعادة السفير نبدأ بالسؤال الأول وهو الأهم كيف تصفون العلاقة السعودية الروسية بشكل عام أستطيع القول أنني أشعر بارتياح تأكيد علاقاتنا أثنائية مع روسيا في هذه المرحلة تشهد نقلة نوعية في جميع المجالات وفق طبعا توجهات وتوجيهات متبادلة من القيادتين في المملكة وروسيا لتأسيس شراكة فعلية تعود بالنفع على البلدين ما نشهده الآن من تطورات يندرج بالنسبة لنا كمملكة العربية السعودية يندرج ضمن رؤية المملكة الاستراتيجية في تنويع ونسج شبكات علاقات كبيرة مع مختلف دول العالم على أساس الاحترام والمنفع المتبادلة بطبيعة الحال لدينا مع روسيا مصالح أيضا مشتركة على صعيدين لدينا الصعيد الثنائي والإطار المتعدد إذا أخذنا على سبيل المثال الإطار المتعدد نحن عضوين في مجموعة الأشرين إذا نظرنا إلى التعاون الثنائي فلدينا العديد من البرامج في جميع المجالات هذا يأتي في سياق أو في إطار تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء زيارات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا خلال العامين الماضيين جهودنا أيضا تتواصل ونعمل بالتوازي على جميع مسارات التعاون لتعزيزه وأيضا توسيعه بما في ذلك الإطار اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي بالمناسبة ستعقد دورتها الخامسة في الرياض نهاية شهر أكتوبر القادم دعنا نتحدث أو نتكلم عن القوميات المسلمة الروسية الجمهوريات المرتبطة فدراليا مع روسيا الاتحادية روسيا مترامية الأطراف يعيش في روسيا حوالي 30 مليون مسلم هل لهذه القوميات المرتبطة مع قبلة المسلمين مع المملكة روحانيا ودينيا هل يكون لها دور إيجابي في تقريب المسافات بين موسكو والرياض بلا شك لعلي أشرت في إجابتي على السؤال سابق أن العمل يسير بالتوازي في جميع المسارات بما في ذلك بختلف الأقاليم الروسية ومن ضمنها الجمهوريات الإسلامية في إطار العلاقات الروسية السعودية بطبيعة الحال هناك قضايا تتطلب تنسيقا وتعاونا أوسى مع الأقاليم الإسلامية الروسية وهي تأتي ضمن مسؤولية المملكة العالمية في رعاية المسلمين مثل الحج والعمرة وتعاون بين المؤسسات الإسلامية في البلدين خاصة في معالجة انتشار الفكر المتطرف بالتأكيد قادة هذه الجمهوريات الإسلامية ينظرون إلى المملكة نظرة بالفعل كلها تقدير واحترام واعتزاز لذلك زار بعض هذه القادة خلال العام الماضي المملكة العربية السعودية وحرصوا على الزيارة أيضا التقوا بمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين تعزيز هذه الروابط أستطيع القول ليس فقط مع الأقاليم الروسية الإسلامية بالضرورة إنما مع جميع الأقاليم وهي يخدم التقارب بين البلدين للمصالح المشتركة لاستكشاف المجالات الواعدة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية بمعنى أنه ليس فقط مع هذه الجمهورية والتعاون في المجال الإسلامي أو ينحصر في هذا المجال زيارات ثلاث عديدة لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا التقى فيها مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في مدن عديدة في سان بيتروسبورغ وكذلك في سوتشي وآخرها كان في الأشهر الماضية في موسكو في العاصمة الروسية هذه الزيارات دفعت العلاقة بين موسكو والرياض قدما حدثنا سعادة السفير عن إيجابيات ونتائج هذه الزيارات بكل تأكيد دشنت هذه الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا نقلة نوعية فتحت صفحة جديدة في تاريخ العلاقة بين البلدين تركيزها على أولويات هذه العلاقة ووضعها في مسار تعاون جديد هذا ما يؤكده أيضا الأصدقاء الروس خلال المباحثات الثنائية في السياق الجهود المشتركة لتنفيذ ما تم التوصل إليها من اتفاقات خلال هذه الزيارات من هذه الاتفاقات أذكر توقيع ست اتفاقيات خلال المباحثات سموة مع الرئيس الروسي في مدينة سان بيترسبرغ في يونيو 2015 شملت طبعا مجالات البترول الإسكان الاستقدامات السلمية للطاقة النووية تعاون العسكري والتقني أيضا مجالات الاستثمار دعنا نتكلم سعادة السفير عن الجانب الاقتصادي تعاون اقتصادي بين المملكة وروسيا وصل إلى مستوى رفيع كما وصفه وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك عندما قال بأن التعاون بين المملكة وروسيا وصل إلى درجة لم يصل إليها من قبل الاتفاق في سوق النفط ما بين أوبك وروسيا والدول المصدرة من خارج أوبك كان اتفاقا أيضا تاريخيا تحدثت جميعا أعطى ثمار وأثار إيجابية استقرار أسعار النفط وعودة الأسعار إلى سابق عهدها هل لك أن تحدثنا عن الجانب الاقتصادي ومدى إيجابيات التعاون في مجال النفط سعادتك؟ كما ذكرت هناك مصالح مشتركة بين البلدين مثل هذا التعاون وهو بمناسبة تعاون تاريخي أعتبر يخدم البلدين في مصالحهم والاقتصادية باعتبارهما أكبر منتجين للنفط في العالم والجميع يعلم الدور المحوري الذي لعبته قيادة المملكة وأيضا القيادة الروسية في التوصل إلى اتفاقية خفض إنتاج النفط في شهر ديسمبر 2016 ولاحقا تمديدها في شهر مايو الماضي حتى نهاية شهر مارس 2018 ساهمت بلا شك هذا الاتفاق بين هاتين أكبر منتجين النفط والعالم ساهمت في الحفاظ على استقرار الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية وأؤكد هنا أن مرة أخرى أن التعاون في هذا المجال بين المملكة وروسيا يعتبر تاريخي ويعكس توجيهات قادة البلدين زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا هذه الزيارة تأتي بعد انتظار الروس عامين كاملين منذ دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خادم الحرمين الشريفين لزيارة روسيا وقبلها خادم الحرمين الشريفين بلا شك زيارة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود يحفظه الله إلى روسيا ستكون زيارة تاريخية كونها الأولى لزعيم سعودي في تاريخ العلاقة مع روسيا ستفتح هذه الزيارة آفاق أوسع ومجالات أرحب لتوسيع التعاون وتعزيز الثقة بين البلدين في الأسابيع الماضية والأيام الماضية مرت أيام مباركة أيام ذو الحجة استقبلت المملكة ضيوف الرحمن وأنتم تعلمون أن في روسيا يعيش حوالي 25 إلى 30 مليون مسلم يمثلون كل المقاطعات والجمهوريات الإسلامية عدا عن المسلمين الروس الذين يعيشون وسط روسيا كيف تقوم سفارة خادم الحرمين الشريفين بدوركم سعاد السفير بخدمة المسلمين الروس؟ وفق التوجيهات طبعا نحن نسعى دائما في السفارة في موسكو وأيضا وفق توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز أهل سعود فيما يحفظه الله فيما يتعلق بهذا الملف بالذات هناك حرص شديد تقديم الأفضل وتسهيل وتسريع إجراءات جميع الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة مختلف الأقاليم الروسية نحن على اتصال أيضا وتواصل دائما مع مفوضي لجة الحج لدى الحكومة الروسية وجميع العاملين في بحثة الحج الروسية لإتمام الإجراءات الخاصة بالحجاج الروس في وقتها هذا العام منحت السفارة التأشيرات طبعا لأكثر من 23 ألف حج ولله الحمد تكلل حجهم بالنجاح ندعو الله أن يتقبل منهم يعني سعادة السفير زيارة قيمة زيارة تاريخية كما وصفناها أكثر من مرة لأنها فعلا تاريخية هذه الزيارة يتوقع أن تصطحب معها مزيد من التقدم في العلاقات المختلفة بين المملكة وروسيا هل من المتوقع أن توقع اتفاقيات جديدة بين الجانبين؟ بلا شك زيارة بهذا الحجم سيكون هناك توقيع اتفاقات تنظم العلاقات بين الدول العلاقة بين الدولتين وتطويرها ما نشهده خلال العامين الماضيين من تطورات في جميع المجالات يتطلب بالضرورة وجود مثل هذه الاتفاقيات عمليا هذا ما نقوم به الآن يوجد العديد من المشاريع الاتفاقات والمذكرات في مراحلها النهائية سيتم الإعلان عن التوقيع عليها في وقتها خلال الزيارة إن شاء الله يعني سعادة السفير زخم إعلامي كبير سبق هذه الزيارة لأنها كما وصفها الجميع قيمة وتاريخية وتعتبر هي الجسر المتين لتوطيد العلاقة الحقيقي ما بين موسكو والرياض ما الفعاليات التي يمكن أن تصاحب هذه الزيارة من كل الجوانب دعنا نقول الثقافية الاقتصادية التجارية علمنا أن هناك فعاليات حقيقية ستكون مصاحبة ومزامنة لزيارة خادم الحرمين الشريفين بالفعل هناك فعاليات ضخمة تقام هذه الأيام في موسكو يلمسها المواطن الروسي وجدنا حقيقة ربما قصور في الفهم المتبادل بين الشعبين أو معرفة شعب لثقافة الآخر نتيجة طبعا طبيعية لما هو معروف من قطع العلاقات بين البلدين لأكثر من خمسين عاما هناك أعمال جادة ومكثفة لتدارك هذه الفجوة التي حدثت في تلك السنوات المملكة الآن تقيم أسبوع ثقافي ضخم أفلام سينمائية، برامج متنوعة، رسوم، موسيقى، فلكلور أيضا في هذا الإطار وخلال هذه الأيام الزيارة يقام مؤتمرات وندوات سواء سياسية أو غيرها أو ثقافية يمكنني أيضا أن أضيف أن هناك مؤتمر دولي اقتصادي كبير يقام أو منتدى اقتصادي ضخم يقام بين الجهات النظيرة لكل منهما في المملكة والجهة الحكومية في روسيا الاتحادية أيضا منتدى ضخم آخر يقام منتدى بين رجال الأعمال في البلدين لا أستطيع حقيقة في هذا الزخم الكبير الذي يصاحب هذه الزيارة أن أعددها جميعا إنما المواطنون في موسكو يلمسون هذه الزيارة أمامهم يشاهدونها فعاليات في مختلف المجالات، في الجامعات، في اللقاءات، في الندوات، في المحاضرات وهكذا إذن دعنا نقول ما هو حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا أنا أعرف بأن الأرقام هي ليست بالمستوى المطلوب ما يعني قدرات المملكة وقدرات روسيا الاتحادية فهل هناك فعلا رغبة برفع مستوى هذه التبادلات التجارية سعدتك؟ حقيقة لسنا راضون، والروس أيضا ليسوا راضين عن هذا الحجم بسبب بسيط ومعروف وهو حجم البلدين مجالات التعاون المرئية كبيرة جدا لذلك العمل المكثف ما بين القطاعات الحكومية في البلدين والقطاعات أيضا الأعمال لتدارك هذا التدني الذي لا يعكس حجم البلدين الاقتصادي أو حتى السياسي أو الثقافي والتجاري نأمل حقيقة خلال السنوات القليلة القادمة أن تتضاعف هذه الأرقام وليس فقط آمل وإنما أنا متفاعل إن شاء الله طيب إذن هل الرغبة أيضا موجودة عند أجانب الروسي؟ هل أجانب الروسي معني برفع حجم التبادل التجاري كما هي المملكة معنية أيضا؟ بلا شك بلا شك الروس أيضا حريصين يعلمون مدى استقرار الاقتصاد السعودي في المناخ السعودي حريصون على الاستثمار هناك دائما ما يرسلوا الوفود رجال الأعمال أيضا الوفود الرسمية الرغبة متبادلة نحرص للتقديم للرجال الأعمال الروس المشاريع الضقمة في إطار رؤية عشرين ثلاثين إذن سعدت السفير نختم معكم بالسؤال الأخير وهو الأهم زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا يلتقي فيها مع الرئيس الروسي بلاديم ربوتن بلا شك لا يمكن أولا أن أصف شعوري مفعا بالسعادة لرؤية أو أن أشهد بنفسي هذه الزيارة التاريخية بكل تأكيد ستعود بالنفع على الجانبين ستدفع بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر لمصلحة المنفعة المتبادة ومصلحة البلدين أيضا بلا شك الروس يطلعون لهذه الزيارة لأكثر من عامين ستؤتي ثمارا إيجابية ليس فقط للبلدين وإنما أستطيع التأكيد للأمن والسلام الدوليين سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في روسيا الاتحادية عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي شكرا جزيلا لكم لإعطائنا من وقتكم الثمين شكرا لكم ولمشاهدين الكرام شكرا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى شكرا